الدرس التاني اللي لازم نحطه في بالي ويبقى قدام عنية ان بحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا ده زمان خالص ربنا قال كده ومازال هذا الوعد زي ما كان حد من اللي دخل فيه مداخلة من مداخلات قال ان كان حد من العباء كتب وقال ان احنا بنشكر الناس اللي بيتطهدوا الكنيسة لان هم فعلا كنيسة البطرسية ازدحمت وما بقتش مكفية والناس بقيت وقفة بره عشان تصلي يعني الوقت على قد ما بيبقى فيه استشهاد وفيه قلم وفيه ضيق على قد ما الكنيسة بتنمو وتزدهر وبيزداد الثمر اللي يفرح قلب ربنا فاحنا عايزين نقول ان ده وقت جميل لان فيه ثمر الحاجة التانية اللي انا عايز نقول عليها ان حبة الحنطة ان لم تموت فهي تبقى وحدها لكن ان ماتت فهي تأتي بثمر كثير فكل مؤمن عبارة عن حبة حنطة ان استنى زي ما هو كده حيبقى في الاخر حبة حنطة لكن اللي بيستشهد دهوت بيجيب ثمر كتير وبيبقى صوت الدم بتاعه بيصرخ وبيصحي وبيدعو ناس كتيرة للتوبة ولرجوع للحظيرة بتاعة المسيح بل اكتر من كده بيدعو زي ما قالت المسيح ليه خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بها ايضا لتكون رعية واحدة لراعن واحد فصوت الدم اللي تسفك هيبقى صوت يدعو للتوبة للمؤمنين وصوت يدعو الاخرين للدخول للحظيرة